حديقة الحيوان هي واحدة من أكثر الأماكن شعبية لقضاء عطلة عائلية في عطلة نهاية الأسبوع ولكن من الممكن أن يتحول يوم السبت نفسه من حادث أكثر متاع إلى جحيم خاصة إذا كنت طفلاً صغيراً أو تعتني بأطفالك واليوم سوف نتعرف على عشر زيارات إلى حديقة الحيوانات تحولت إلى حوادث لم تكن متوقعة تم تصوير هذا الفيديو في دبي حيث قام زير حديقة سفاري بتصوير هذا الفيديو في اللحظة التي اقترب فيها الأسد من الطفل وحاول مهاجمة أمي خلال زجاجة ووثقاً لأبي فإن الطفل الصغير الذي يدعى آدم تعب وجلس موجهاً ظهره للأسد ولبعض الوقت لم يلاحظ ما كان يحدث لأنه كان يجلس على هذا النحو ولكن عندما استدار الطفل وراء الحيوان المفترس لم يكن خايفاً بل وجه بعض الاهتمام وبدأ يفحص الحيوان حيث واصل محاولته في سراخ وضحك الزوار صدموا بشجاعة هذا الطفل ولكنني أعتقد أنه لم يكن يفهم ما كان يحدث أو إلى من كان ينظر حدث آخر وقع في الولايات المتحدة الأمريكية في 28 مايو عام 2016 اضطر عمال حديقة حيوان سينسيناتي إلى إطلاق صراح حيوانات الغوريلا ولكن طفل يصل من العمر ثلاث سنوات سعد فوق الحجز وسقط في الممر المائي ولم يصادف سوى ذكر الغوريلا الذي يدعى هارمباي ويزن حوالي 180 كيلوغرام ووفقاً لشهود العين أفادوا بأن الغوريلا بدأ في سحب الطفل الذي كان يسرخ وبعد عشر دقائق أطلق النار على الغوريلا من قبل موظف حديقة الحيوان لأن خبراء الحيوانات قرروا عدم استخدام المادة النائمة لأنها لن تعمل على الفور ونتيجة للحادث أصيب الطفل لكنهم لم يعرضوا حياته للخطر ولكن هذا الحادث أثار الكثير من الضجيج في مشمع الدفاع عن حقوق الحيوانات حيث تعرض العديد من النشطة بشدة مع تصرفات عمال الحديقة قائلين أن الغوريلا لن تسبب يضرر للطفل في البرازيل تبين أن هذا الحادث كان أكثر رعباً بكثير من الأحدث التي سابقته في أغسطس عام 2014 تعرض شاب يصل من العمر 11 عاماً إلى الهجوم من قبل النمر حيث أنه بعد الإذن من الأب تسلق الشاب المنطقة المحذورة وحول إطعام النمر قطعة من اللحم ولكن بدلاً من أخذ اللحم قرر النمر أن يأخذ يده وبعد أن وطلق سراح الشاب من بين مخالب الحيوان المفترس كان على العاملين الصحيين والأطباء بطر ياده بسرعة العودة إلى روسيا وقع هذا الحادث في مارس عام 2016 حيث تعرض طفل للهجوم موظف حديقة الحيوانات جلب هذا الحيوان المفترس مع رابطات العنق التي يمسكها في يده ولكن لسبب ما الطفل الموجود في مكان قريب منها لفت انتباه الحيوان واندفع إليه لمهاجمته ولم يكن الموظف لديه القوة للرد على هذا السلوك العدواني حيث أن الحيوان أمسك برقابة الطفل ولكن لحسن الحاد كانت الملابس الشتوية التي يرتديها الطفل قادرة على تأخير الهجوم وبعد ذلك بقالجة عمال حديقة الحيوان لمساعدته في أومها بالولايات المتحدة الأمريكية شاهد الوليدان وابنتهم الصغيرة حيوان الغوريلا الذي بدأ يضرب صدره كما تفعل رئيسية الكبار مما يدل على قوتهم وتفوقهم وبعد رأى حيوان الغوريلا تلك الطفلة هارع إلى زجاج لإخافتها بقوة وبعد ضربة قوية على زجاج تسبب في كسرها وبالتالي أصبح الزوار خايفون وغضروا حديقة الحيوان على الفور القرود تتصرف بغباء تام وعلى سبيل المثال في واحدة من حدائق الحيوان في الصين كانت الأم وطفلتها يقومان بتغذية القرد وبعد ذلك تلقت الطفلة الصغيرة ضربة قوية على جبينها من قبل الحيوان الأليف ثم سقطت وبدأت في البكاء بشدة في البداية بكل سرور كان القرد يأخذ الطعام من يد المرأة ولكن عندما أخفت يدها لإخراج الطعام ثانية واحدة غضب القرد وقام بفعلته الغريبة التي سوف تجدها مضحكة كثيرا والآن لدينا حالة أخرى في روسيا وقع هذا الحادث في فولغوغراد حيث أصيب طفل عمره سبع سنوات في الفخض من قبل المهر الصغير الذي يقف في الإستابل وعلى رغم من علامة التحذير المسبقة إلا أن الطفل فتح البواب بطريقة ما وبعد أن تعرض للعظ من قبل المهر فقد الطفل الكثير من الدم لكنه نجى ولكن مرة أخرى حدث هذا الأمر بسبب عدم مسؤولية الوالدين دعونا نبدأ مع القصة التي حدثت في أبريل عام 2016 في بارانويل في ذلك اليوم قررت فتتان دخول إلى حديقة الحيوانات التي كانت في ذلك الوقت مغلقة ثم بدأوا في مذايقة نامر واحدة من الفتيات كانت قريبة جدا منها وبالتالي فإن الحيوان الغاضب أمسكها من سترتها وسحبها في محاولة لعاذ ساقها ولكن لحسن حتى ما إنقاذ الفتاة وبقيت على قيد الحياة ولكن الصدمة الجسدية والنفسية سوف تذكرها بما حدث لفترة طويلة جدا هناك حالة أخرى وقعت في قرية تارا بأوكرانيا وكان في نهاية شهر مايو من هذا العام شاب يصل من العمر 13 عاما تعرض للخدش في يده من قبل اللبوءة حيث اقترب الشاب من القفص وبدأ يقول شيئا للحيوان وبعد أن مد يده إلى اللبوءة خارج الشبكة أمسكت بيده دون تردد ونتيجة لذلك حصل على خدش عميق في يده الشاب اقترب من اللبوءة أكثر من اللازم وبالتالي استفزها للهجوم في المقام الأولية هذا الحدث الذي وقع في اليابان إنه يبدو مشابه لما حدث في دبي وهنا حاول الأسد وأيضا مهاجمة طفل صغير ولم يتم حفظ ماسات الطفل إلا بالزجاج لأن الطفل عندما استدار ونظر في عيون الأسد أظهر الحيوان المفترس أسنانه وسرعان مركض نحو زجاج الويقاهي العمال في حديقة حيوان ميناجيرا اعتقد أن الأسد لن يفعل شيئا خاطئا ولكن شيئا ما يخبرني أن الطفل صغير لعبة غير ملائمة تماما لمالك الغابة المفترس إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم